تنطلق فعاليات الدورة الثلاثين من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء يوم الأربعاء المقبل على مسرح المحكى أكد رئيس دار الأوبرا مجدي صابر أن تأجيل افتتاح المهرجان جاء حدادا على ضحايا حادثة كنيسة أبو سيفين بالجيزة مضيفا أن الفعاليات تسمر حتى 31 من أغسطس الجاري وأشار إلى أن حفل الافتتاح يشهد تكريم عشرة شخصيات تساهمت في إسراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربية ترجمة نانسي قنقر